وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان احتفل أبناء الرعية وعضاء مجلسها بعيد رقاد السيدة وانتقالها إلى السماء وذلك بقداس احتفالي ترأسه قدس الإرشمندريت نادر سوق رعي الكنيسة بحضور ومشاركة قدس الأب نبي الحداد كاهن رعية الويبدي الذي ألقى بدوره العذطة حول معنى العيد وفضاء السيدة العذراء وبعد الإنجيل تحدث الأب نبيل عن صفة التواضع التي تحلت بها أمنا البتول التي تطلب منا دائما أن نسمع لصوت الرب وأن نعيش التسليم المطلق لحياتنا وختم قائلا في عيد انتقال العذراء نطلب من الله العلي القدير أن يحفظ وطننا الأردن من كل سوء وأن يحل السلام في الأرض المقدسة وغزة وفي ربوع شرقنا العزيز في هذه الكاثراءة التي تحمل اسم سيدة الانتقال جئنا في هذا المساء نحتفي بهذا العيد عيد أمنا والدة إلى السيدة العذراء سيدة الانتقال التي انتقلت بالنفس والجسد إلى السماء نحن هنا نردد مع الكنيسة جمعاء نقول أنها في ولادتها حفظت البتولية وبعد الولادة حفظت البتولية وأثناء الولادة حفظت البتولية وفي رقادها لم تترك العالم فهي ما زالت أم الكنيسة تحفظ كل أبنائها وبنيها نتوقف اليوم عند صورة أمنا مريم العذراء وعند مثالها ونقف أمام إيقونتها لنستذكر مثل الطاعة الذي قدمته وهي تنحني أمام مشيئة الرب بقولها ها أنا ذا أمت الرب فليكن لي بحسب قولك ونتعلم منها هذا التواضع لأنها هي التي تقول بأنها ابتهجت بالله تبتهج روحها بالله مخلصها لأنه نظر إلى تواضعها دروس الانتقال وهذا العيد نتعلمها اليوم في عيد سيدتنا نتعلم الطاعة ونتعلم التواضع